نواصل حديثنا مع الكابتن أسامة قاسم ربما الأسبوع الماضي كان الحديث مطول عن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة والذي قدم في حفل أو في مؤتمر صحفي بحضور كافة وسائل الإعلام وتم تقديمه لثلاثة أعوام طادمة خلفا للمدرب العراقي الكابتن عدنان حمد المؤتمر طبعا كان بوجود سمر نصار أمين عامل اتحاد وحشد من الصحفيين الرياضيين من مختلف القنوات وكذلك الصحف والمواقع الإلكترونية وبالتأكيد كان حدث كبير لسبوع الماضي كابتن أسامة قاسم أنا أتحدث معك الآن وأنا بدي أتبعرفك بحديثك دائما صريح وأنت بجوز المدرب اللي ما أخذ فرصة بالمنتخبات الوطنية فممكن يتكون أنت المدرب الوحيد اللي بجوز ما أخذ فرصته نهائيا على ما أذكر بأحد المنتخبات الوطنية المشهد كيف قرأته بصراحة ما بين رحيل الدكتور عدنان حمد وقدوم الحسين عموتة كيف تفسر هذا المشهد فنيا شوف دائما يعني زي ما تفضلت خلنا نحكي بالبداية يعني أنا مدرب اللي يعني ظلمت خلنا نقول مع تبع النفسي بعهد اتحاد كرة القدم مش من سنوات الجزء الوحيد ما أخذ فرصة بمدير المنتخبات قياسا للإنجازات اللي عملتها في التدريب في المحط لأني لكن يعني لو أحد لما يحكي المشهد لازم يحكي عيني الحقيقة وعيني الثوابة الآن قرأة المشهد وضع طبيعي التغيير والتبديل في كرة القدم إحنا كمدربين بشكل عام متعودين بشكل عام إنه بأي مكان تكون إنه زي ما بحكوها أنت بتأخذ عقدك من هون وشننتك وراء الباب من هون أو بتكون استقادتك بجيبتك من هون فالمدرب وارد يقال في أي مكان وفي أي وقت بشكل عام اللي شايفه أنا بشكل عام إنه شوي البعض يعني بيعتبر إنه التغيير واللي صار غير جيد ليش اعتبرته غير جيد الآن المدرب انتهى حقه انتهى حقه وهذا حق مشروع للمنتخب الأوردني للإتحاد الأوردني في تغيير المدرسة الموجودة وبجزء الاتحادرتها في مدرسة مغربية المدرسة المغربية ما حد بيدرحك عليها كمدرسة بشكل عام من رابع العام مش حتى على البطول الكاسة العالم الأخير أستاذ أحمد ما هي نتيجة راح تصير دائما واصل نهاية كاسة العالم صحيح نتائج مميز جدا الآن المدرب حسين عموتة يعني المدرب بالسيفي جيد ممتاز بالسيفي كلها بطولات إنجازات صحيحية معضمها مع الاندي لكن كمان عندي كبير وعندي عريق وإلو في فرصة منتخب المغربي المحليين بس منتخب المغربي المحليين اللي شوفنا الكاسة العرب قادر وصل للكاسة العالم هذا المنتخب يعني بالنتائج حس أنا شاهدت المشهد يعني عكس ما يقال إنه في كان استياء بالشارع أنا شايف جمهور رياضي طبعا جمهور رياضي شايفي ارتياحها ارتياح للتغيير ارتياح للمدرسة المغربية المجلولة هذا الارتياح مش شرط نقوله المدرب يعني مدرب كابتن عدنان حمد غير جيد أو كدر هي ارتياح شاركة رياضي حينا ممكن تكون انت مدرب مميز لكن ملكاش كارزمة عند الجمهور وارد هذا الحكيم موجود لكن شايفنا استياءح والكل متفائل بقرار اتحاد كرة القدم وأنا شايف القرار القرار يعني وضع طبيعي أي اتحاد بيأخذ أي قرار كابتن عدنان حمد نفسه لما كان يدرب البحرين وقيل في إحدى المباراة أو بعد المباراة فهذا هو متعود على هذا الحكي مش اشي اعتبره البعض غريب والاعتبر غير جيد حس اوكي ممكن متوقع يجدد لكن هناك اكيد في قرارة عندما سموه الأمير والاتحاد قرارة هذا مصلحة القرى هم يرونا وما شايفين هم أقرب من العدد عارفين شو الموضع الموجود عارفين شو المتطلبات الموجودة يعني احنا كمان ما نقدر الاتحاد نفرض عليه انه بتواجد أي مدرب احنا يعني مدربين كثيرا ضربنا بعد الاتحاد انا بعتبر هيك بحكي يعني يعني اذا بدك تجي على قرارات فنية ما احترامي ما احترامي فيه مدربين شكي عن نفسي فيه مدربين زملاء كانوا قادرين يقودوا المنتخب كما قادوا الكابتن عدنان حمد قادرين لو اخذوا الفرصة والثقة اللي اخذها الكابتن واخذ ثقة كبيرة واخذوه ودوا نتائج جيدة لكن ذكر انه النتائج اكثر مدرب منتخب العدن جاب نتائج مميزة من الكابتن عدنان حمد الحكي غير صحيح ما احترام له هو نتائج تذكر ومميز الكابتن عدنان حمد لكن اذا بنجي بغطر ارقام المرحوم الكابتن محمد عبد هو اللي جاء مداليات الذهبية هو اللي جاء الكابتن الجوهري اللي عمل قفرة في كرة القدم الأردني الكابتن الجوهري وصلنا لدور الثماني ولو لعدم التوفيق في مباراتنا مع اليبان المبارات الشهيرة ضربات جزاء كان ممكن نكون بدور الأربعة بكاس آسيا كان ممكن نقابل البحرين نتصور بهذيك الفترة يعني يكون نأخذ لما ده بعيد الكابتن عدنان حمد صحي وصل فينا لدور الثماني مش دور الثماني في كاس آسيا وفيتال وصل فينا وفيتال لما تم تجديد عقبول وصل فينا لا نذكر إنجازاته لكن مش شوية الأميز الآن حق الآن يبحث عن مدرسة أخرى حق حق طيب هذا حديث ربما فني حديث رياضي من شخصية رياضية نحن دائما متعودين يعني بكل المنابر الإعلامي وحتى بهذا المنبر في يوم من الأيام بجوز يعني وجه إن بعض الاتهامات أنه أنتم بتحرضوا الشارع على الجهاز الفني للمنتخب الوطني هذا دليل أنه إذا في عنا ملاحظات كإعلام وهنا بقناة الأردن الرياضية نحن بنوصلها بكل بكل حيادية وبكل أمان وطبعا هذا الحديث كان في عصر فيتال على أساس أنه فيتال كان ممتاز ونحن اللي كنا نحرض الشارع خلال الأسبوع الماضي وأنا بتابع يعني شهادة أحد أحد الفيديوهات وإحنا تعودنا من هذا المنبر أنه ما نرد على أحده ولكن لإحصاق الحق ولتوضيح بعض الأحداث اللي بتتم بجوز إحنا لما الاتحاد الأردن الرياضي للكرة القادمة يكون في ملاحظة ننتقدها بحيادية ولكن لما يكون فيه إلو حق لازم نحكيه طبعا بشاهد فيديو إحدى القنوات بالتأكيد إلى كل الحب والإحترام والتقدير تتحدث بأنه الدكتور عدنان حمد راجع الطبيب الطبيب أردن هنا في عمال وأنه تأمينه لما كان عند الدكتور أنه تأمينه خلص التأمين خالص طبعا هذه المراجعة للطبيب كانت بعد نهاية عقده بداية أنا أستغلب هذه القصة يعني ما بعرف على القصة فيه من ناحية القصة لأنه الكبتل عدنان حمد هو محترف درب بجزء عمدار 25 عام في عديد من المنتخبات والأندية فمن المستحيل أنه يراجع تأمين أو خلال تأمينه الصحي مع إحدى الجهات اللي هي الاتحاد الأردني للكرة القدم بعد نهاية عقده اللي إذا كان هناك فيه مراجعة أو شيء من هذا القبيل وتم تضخيم الموضوع وبالعكس أنا شاهد الاتحاد الأردني مدرب انتهى عقده مع هذا الاتحاد أنهى عقد التأمين بناء على نهاية العقد معه وبالتالي الاتحاد الأردني قام بالتصرف السليم فما الداعي لمناشدة سمو الأمير علي بمثل هذا موضوع وما حدا يعني يزاود على هذه المواضيع لأنه الكابتن عدنان حمد ترى ترى يعني نفتخر فيه بالتأكيد بأنه بجنسيته العراقية ولكن فيه كمان حصة الأسد فإذا كان هناك في الفم ما نحن هنا أيضا نسمعه وممكن أن نعقد مؤتمر صاحف ونحكي ولكن أن يتم الطريقة هذه الغير لطيفة المحاولة التشهير بالرياضة الأردنية رجل له كل الاحترام الدكتور عدنان حمد انتهى عقده اليوم واحد سبعة راجع الطبيب في ثلاث سبعة منتهى عقده طبيعي أنه تأمين وما يتعرف عليه أنا اليوم موظف في هذه المؤسسة بكرة لم يخلص عقدي ما راح يسمحوا لي أدخل هذا الشيء متعارف عليه وبالتالي أنا أشكك بالقصة وبطريقة تعاطيها غير اللطيفة نهائيا كابتن أسامة شفت الموضوع أنا وياك تحدثنا فيه نعم صباح أحمد أنت يعني فاجأتني لأنه تأمين يكون في تأمين للمدربين بالعكسة هذا إنجاز يحسب للتأمين خاص يكون للتجازة فلني يحسب للتأمين كرة القدم بشكل عام وأنا زي متعارف الحقيقة لاتحادنا كموظفين كإدارة عنده عمل مؤسسي أكثر من رائع أنا بشبه يعني الاتحادات العربية المميزة يعني استثني الاتحادات السعودية والأمارات وقطر اللي أظهر بشتغل باحتراف فعله التحدي يعتبر باحده مباشرة مميز إداريا في التعامل يعني التعامل بالأرقام وبلغة الخطابات ومباشرة بشكل عام هو أكيد زي ما تفضلت يعني انتهى أي عقد أي مدرب أي كان إنت كبتل بس ينتهي عقدك مع نادي أي نادي ثاني يوم بتروع على الطبيب تبع النادي بس سؤال هذا السؤال نحن نعش عقود بالأندي تأمين ما فيش تأمين كمان لا لا ما في ما في تأمين بالأندي نهائيا بالعقود هذه لكن بشكل عام موضع طبيعي إنت لما ينتهي عقدك في أي مكان انتهي ايه اغتباط آخر انتهي يعني حتى أنا لو كنت ماخذ سكن انتهى السكن من هذا اليوم انتهى السكن تعرف كبتل اسامة تعرف وانا كإعلامي كإعلامي عرفت احكي لكيها بالصراحة ان الاتحاد الأردن يمجدد عقد مدرب مجدد عقد تأمينه الصحي بعد نهاية عقده انا راح اتهمه بالفساد والتخصير كيف تجدد لمدرب انتهى عقده معك تأمينه الصحي وبالتالي الاتحاد قام بالمطلوب والقصة كلها ما فيه طبعا طبعا الاتحاد قام بالشكل المثالي لانه امين السر يعني اكيد بعد انتهى العقد وزعت او خطاب لكل الموظفين للاجراعات القانونية صحيح